وحول هذا الموضوع معنا في استوديو مركز الأخبار فضيلة الشيخ حبيب النمليتي السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ مملكة البحرين اليوم زفت كوكبة من شهدائها إلى مثواهم الأخير لو نستذكر فضيلة الشيخ منزلة الشهداء في الإسلام وأيضا البشارة لذوي وأهل الشهيد عند الله سبحانه وتعالى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهده واختفى هداه في الحقيقة كل من يتلقى هذا الخبر تمتزج عنده عدد من المشاعر المختلفة بين فرح وفخر وبين حزن وبين تهنئة وعزاء فالفخر بهؤلاء الرجال الذين نحسبهم عند الله شهداء قضوا في قضية عادلة ينصرون فيها المظلوم ويدافعون فيها عن حياض أوطانهم أمام المعتدي الغاشم الذي يترقب بأمن بلادنا وبأمن المنطقة في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ أمتنا العربية والإسلامية وقد نحزن بفقد من نحبهم ومن عقدوا للولاء لأوطانهم وعرفوا بحسن ديانتهم وعقيدتهم وانتمائهم لأوطانهم لكننا في المقابل نهنئ هؤلاء نهنئهم بما هنأهم الله عز وجل في كتابه ونهنئهم بما هنأهم نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قال في كتابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فلا تحسب هؤلاء الشهداء أنهم تركوا متاع الدنيا ولا ملاذها وإنما حياتهم مستمرة وفرحهم في الآخرة أشد فرح من فرح بالدنيا فإن مقامهم عند الله عز وجل سامي ومكانتهم عالية عند ربهم وهم يرزقون فرزقهم بالأجر وفرحين فجزاؤهم عند الله عز وجل جزاء مادي وجزاء معنوي فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا به من خلفهم ألا خوف عليهم ولهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما هؤلاء في الحقيقة عقدوا أعظم صفقة بيع فقد باعوا أنفسهم وأرواحهم وضحوا بأغلى ما يملكون قد يضحي الإنسان بماله وقد يضحي بوقت لكنهم هؤلاء ضحوا بأجود أمر عند الإنسان جادوا وضحوا بأنفسهم وبأرواحهم في مقابل رضوان الله عز وجل وفي مقابل الجزاء وفي مقابل الجنة إن شاء الله وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من يقتل في سبيل الله يتمنى أن يعود إلى الدنيا وقد نقول لماذا يعود يعود إلى أهله ويعود إلى طفله الصغير يعود إلى أمه لا يتمنى أن يعود ليقتل في سبيل الله مرة أخرى لأنه لاقى من الجزاء والثواب عند الله عز وجل وقد بيّنت الأحاديث أن الشهيد يغفر له من أول دفعه من دمه كل ذنبه وأن الشهيد يأمن من فتنة وعذاب يأمن من عذاب القبر وأن الشهيد يأمن من الفزع الأكبر وأنه يشفع لسبعين من أهله فكل هذه جزاءات عظيمة لهؤلاء الذين نحسبهم هؤلاء الرجال الأبطال البواسل الذين يقاتلون في سبيل الله فضلت الشيخ لو نوجه ما هي الرسالة التي توجهها لجنود الوطن الموجودين في جبهة القتال في اليمن الآن نعم هؤلاء الذين لبوا نداء الوطن وامتثلوا لولي أمره في تقدير المصلحة في الدفاع عن الحدود للجزيرة العربية ودفاع عن المصالح الشرعية حفظ النفس والمال والأهل مخاطر تحدق بالمنطقة قد تكون واقعة ومتوقعة في المستقبل الله عز وجل يمتدح فعلهم فقد قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب فنسأل الله عز وجل أن يكلل جهودهم وأن يكلل هذه المساعب النصر والفتح القريب والأمن والسلام وإعادة الحق لأهله عند الشعب اليمني وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين في الحديث فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده فكما نعلم أن هناك من نحسبه شهيد وقتل وهناك من كلم وجرح الآن من المصابين قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما يكلم أحد في سبيل الله يعني يجرح ما يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا وجاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله مثل الصائم القائم مثل الصائم القائم الذي يصوم في طول النهار ويقوم طول الليل وقد تكفل الله عز وجل المجاهد إن مات أن يدخله الجنة وإن رجع إلى أهله أن يرجع إما مع غنيمة أو مع أجر وجزاء من عنده نعم فضل التشيخ حبيب أنم ليتي جزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا أزاكم الله خيرا